طيب الريفيرس الحلالة رقم واحد زم ما احنا شايفين كده الاجلوتينيشن حصل في الأنبوبة اللي فيها إيه سيلز معناها ان المريض رقم واحد عنده انتي ايه في البلازمة بتاعته طب مين المريض من الشخص اللي عنده انتي ايه في البلازمة بتاعته اللي هو فاصلته بي صح الحلالة رقم اثنين اللي تحتيها على طول الآن الأجلوتونيشن حصل في الضيوب اللي فيها يعني شخص ده عنده في البلازمة begeوة فصلته الحالة رقم تلاثة مفيش خالص يعني مع ومع طيب يعني هو ما عندوش ولا عنده من في البلازمة. مين الشخص اللي هو ما عندوش انتي اي ولا انتي بي في البلازمة؟ شخص فصلته اي بي زي ما لاندشتينر قال طالما هو عنده الا انتيجن والبي انتيجنس عمر ما يكون عنده انتي اي ولا انتي بي في البلازمة. طيب الحالة قبل الاخيرة ادى اغلوتينيشن مع الاي والدى اغلوتينيشن مع البي ومداش مع الاو. يعني معناه انه عنده انتي اي وانتي بي من الشخص اللي عنده انتي اي وانتي بي في البلازما بتاعته ده شخص بصلته او اخر حالة خالص اجلوتينيشن مع الاسيلز واجلوتينيشن مع البي سيلز واجلوتينيشن مع ال او سيلز يعني هو ايه شخص ده لما جيه يعمل اجلوتينيشن يبقى عنده انتي اي وعمل اجلوتينيشن مع البي سيلز يبقى عنده انتي بي وعمل اجلوتينيشن مع الو يعني عنده انتي اتش مين اللي عنده انتي اي وانتي بي وانتي اتش او بومبي